اشتركوا في القناة الى الشرق ومن ثم مرور الى الشمال والشمال الغربي وحتى نصل الى غرب القرية مع بتير الجدار يلتهم اكثر من نصف ارض القرية اللي بالغة في حدد 67-4500 دنوم سيتبقى بعد الجدار للقرية حوالي 2200 دنوم والجدار وما يعزل من اراضي هو اكثر من 2300 دنوم طبعا هذا في حدود ما يسمى 67 في حدود 48 هناك 13300 دنوم تم عزلهم بموجبة اتفاقية رودس الجدار بمثل عقبة امام التواصل الجغرافي بيننا وبين البلدات الفلسطينية الاخرى معرف الغربي ومثل عدم تواصل ديمغرافي ايضا بشكل عقبي امام الموظفين والعمال والطلاب وكل شرائح المجتمع الجدار هو سجن ولكن بالمفهوم الاسرائيلي طبعا هو جدار امني ولكن بالمفهوم الحقيقي للجدار هو التهام الارض لانه لو كان هذا الجدار امني كان ما عمل بهذه الطريقة يعني ما فيه انسان بفكر وخبير ممكن ان يعطي الاذن بعمل مثل هذا الجدار في هذا الموقع بهذه الطبيعة فهذا شيء معروف واكيد الكاميرا بتصور والناس اللي بيجوا وبشكل عينهم بعرفوا كلام كذب وافتراء هم يريدون كسب مزيد من الاراضي على حساب الفلسطينيين على حساب الشعب الفلسطيني على حساب قريتنا الفلسطيني ولذلك احنا نرفضه بشدة ولازمنا نقومه بكل الطرق السلمية والقانونية وخسارتنا في الالتماس في محكمة العدل العليا الاخير هو بمثل وصمة عارلهم لانه هذا هو العدل عندهم غلبوا البعد الامني على البعد الانساني للشعب الفلسطيني والحاجات الاساسية للشعب الفلسطيني وهذا هو العدل عندهم يعني اذا كان اذا كان هم يخافون وعندهم رعب من الشعب الفلسطيني الجدار هذا يضعوه حول بيوتهم مش حول بيوتنا اذا كان هذا امني يعني ولذلك طبعا هذا العدل عندهم هم هذا هو العدل احنا صحيح ذهبنا الى محكمة العدل العليا وانحنا نعلم كل العلم ان هذه المحكمة هي مقبرة للقضايا الفلسطينيين لكن هو هذا الطريق الوحيد لامامنا حتى نبين ونعري الاحتلال وهو معرّة اصلا لكن برضو هذه قضية تضاف الى انه العدالة الاسرائيلية اين هي والف يعني بين قصين واحنا على كل حال لن نسكت سنصمد في ارضنا سنتابع مشوارنا السلمي والقانوني لانه لها ما بعدها ان شاء الله بشكل الله عمر رحيم طبعا انا اسمي صلاح ابو علي من قرية الولجة احنا مجينا عند اقدم شجرة زيتون في فلسطين والعالم كقدروها كبراء جانب عن عمر هذه الشجرة ما يقرب بين ثلاثة وخمسمية لخمسة تلاف سنة فهي ملكية هذا الشجرة تعود الى دار ابو علي وأنا وصل عليها من قبل العائلة ومن قبل الدولة الفلسطينية هذا الشجرة تعاني كما يعاني كل فلسطيني بسبب الاحتلال هي تبعد عن الجدار فقط يعني ما يقرب عشرين متر عن الجدار الفاصة العنصة فالحمد لله رب العالمين هي صامدة وشامخة وخضراء ونحن يعني عز رب العالم وأهل القرية يعني بحمد الله يعني مرابطون عند هذه الشجرة حتى نزيل هذا الاحتلال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر